بسم الله الرحمن الرحيم احنا كده في تاني فيديو باش منسين في الجزء الخاص بال LCD هنتعرف بداية الفيديو ده على الدوال اللي احنا محتاجينها علشان اقدر اتعامل مع LCD سواء اذا كدت ابعت لها بيانات او كدت عايز انفذ اوامر فانا عايز ابعت بيانات مثلا عايز ابعت درجة الحرارة او ابعت تيكس تعرضوا عليها او انفذ اوامر زي مثلا ان انا عايز امسح الشاشة او عايز اشيل الكرسور او احط الكرسور وهكذا طيب احنا عايزين نشوف اول ده اللي عندنا هنستدمها او اول حاجة عندنا هي اسمها Liquid Crystal LCD وبعدين شوية حاجات كده احنا المرة اللي فاتت قلنا في الكنكشن بتاع LCD ان انا في عندي ست سلوك بوصلهم ما بين الاردوينو وما بين ال LCD الست سلوك دولك كانوا على الترتيب هم RS والEnable ومن دي اربعة لدي سبعة طيب ده معنا اي بقى معنا بيقول لك بص انت هتكتب كلمة Liquid Liquid Crystal هتكتبها زمها كده في البرنامج في برنامج الاردوينو او برنامج الاردوينو سين وبعدين تعمل ايه هتكتب هنا اي كلمة انت عايزها هتكتب هنا LCD LCD 1 حرف ال A H سميه زم انت عاوز انا سميته LCD زي متغير كده يعني وبعدين تعمل ايه بقى هنا هندسا هتكتب لي هنا البناد بتاعة الاردوينو اللي انت عايز توصل ال LCD عليها بمعنى وانت عايز توصل RS على البن رقم كام في الاردوينو والاناب هو التوصله على البن رقم كام على البن رقم 2 حتب هنا هم جي الكتب هنا 2 حتب ال LCD الى 4 دي توصله PuDD على الردوينو هوصله على البن الرقم 10 في الاردوينو قوله هنا 10 تمام بان لاء 5 دي هوفصله على 11 دي ستة هوفصله على 12 دي وكتب هنا 12 غاجة سا encompass وقاب تلات واشي 확인 يبقى انت بتكتب هنا انت عايز توصل LCD على مين في الاردوينو يبقى كده اول حاجة ده اول ده اللي. الكلام ده بتكتب فين؟ بتكتب في بداية البرنامج كده. انا باورها لك وقت عشان تبقضين بالك اوه. في بداية البرنامج كده بقوم جاء كتب ايه؟ Liquid Crystal LCD بعدين اقول له 7 8 9 10 11 12 ايه ايه الكلام ده؟ قالك دولة الاربع بنات بتوع الداتا الاربع بنات بتوع الداتا ودولة قالك دولة البناتين بتوع RS ولنابل يبقى دلوقتي لما اجا وصل ال LCD بالاردوين واعمل ايه؟ وصل ال RS بتاع ال LCD على 7 في الاردوين ووصل ال enable بتاع ال LCD على 8 في الاردوين ممكن تلاقي الكلام ده موجود هنا. يعني الصورة لأ مش مش هيدي اللي احنا مختارين. انا بس بديكم سال هنا. طيب نكمل كده بقيت الاوامر اللي عندنا يا بشوانسين هتلاقي في ده اللي عندك اسمها بجين. طيب خد بالك انا بقول له ايه؟ LCD.Begin ايه LCD.Begin ده؟ مش انا هنا عملنا متغير اسمه LCD وعملنا التوصيلة بتاعة ال LCD بالاردوين قالك بعد كده هستخدم الاسم ده عشان ننفذ اي ده اللي انا عايزها بتتعامل مع ال LCD. فمثلا في ده اللي عند اسمها بجين فاقول له ايه؟ LCD.Begin بعدين اديله هنا الكولوم والروز اللي هي الصفوف والاعمدة يعني انت ال LCD اللي انت هستخدمها كم صف وكم عمود احنا مثلا استخدم ال 2 في 16 فاقول له هي عبارة عن صفين و 16 عمود يبقى تكتب هنا اثنين وهنا 16 طب الدلة دي تكتب فيين؟ الدلة دي تكتب جوه دلة السيطب لانه دية الدلة الانشيريزيزيشن فبنكتبها كده جوه دلة الايه؟ جوه دلة السيطب ايه LCD.Begin 16 في 2 طب انت كنت بصدم LCD اه 16 فا4 تقول له 4 و16 طب انت بصدم 20 فا4 تقول له 20 و4 وهكذا على حسب ما انت مستخدم طيب بعد كده في دلة اسمها clear طبعا بتكتبها ازاي بتقول له LCD.Clear طبعا في هنا سمي كولون يا باش منسين LCD.Clear ديت بتمسح الشاشة طيب دلوقتي خلاص احنا عرفنا شوية اوامر اهود فاضل بقنا ازاي ابعد data تتعرض على LCD فقال لك عشان تبعد data تتعرض على LCD بتاعمل ايه؟ تقول له LCD.Brent وتكتب هنا الدata اللي انت عايزها انت عايز تعرض الرقم 10 يكتب 10 عايز تعرض السلسلة حرفية قول له مثلا ما بين double quotation كده كلمة انجينيري يعرضها لك على LCD وهكذا سبنا من الامر دا دلوقتي في عندي دل اسمها LCD.SitCursor SetCursor يعني ايه؟ زي الكرسور اللي بيقى موجود في ملف الورد كده انت ما بتكون بتكتب حاجة على الورد بتلاقي فيه كرسور كده عمال يظهر ويختف الكرسور ده انت لو ضغطت بالموس على سطر تاني او في مكان تاني الكرسور ده بيروح في المكان انت ضغط فيه فانا دلوقتي انا عايز في LCD انقل الكرسور بتاعي زي ما انا عاوز فبس ادمت دلل اسمها SetCursor دي بقى ديله الكولوم والرو اللي انا عايز الكرسور يوقف عنده فمسلا نقول له ايه؟ اقول له وقف في الكولومن رقم 8 الرو رقم 2 رقم 1 فيعمل ايه؟ يوم جاي رايح على الصف رقم 1 وعند الكاركتر رقم 8 ويوم جاي الكرسور يوقف ويقعد يطبعا يطلع ويظهر كده ايه؟ زي ما بيحصل في الورد هناك معلومة اريد وكمات Love انها سنأخذ بالنا من فاهدة ان الويه بالكون لها ان البداية بتاعي بتاع له من 0 وبعد كhões الخاص � sogar um BEC- احنا اني بجين عمل ниها 16 في 2 يابانا عندي كان بقى الرم queen من 0 الواحد الولاد من 0 ال 15 مش من 1 ل 16 لا من 0 ال 15 اذا اريد ان اكتبت على الصف الاولاني هكتب هنا زي رون وبعد ان أتن innovations ايلي بالصف الثاني هكتب هنا واحد وكذا ما بايش من السئين هنشوفه في المثال عندنا طيب انا عايز بس ايه اجاب لكم المثال اللي احنا مستخدمينه نعدل فيه بس الرس على اتناشر ايه ادي المثال اللي قدامنا كده باش منسين جولك بقى هنشوف الكونيكشن الاول عشان خطر نكتب الدلة بتاعته قالك انا هوصل الار اس بتاع الالسي دي على البن اتناشر في الاردوينو فتيجي كده على الار اس اهوة اللي هو البن ركب اربعة وهتطلع به على ايه على البن ركب اتناشر في الاردوين وبعدين طبعا الصورة معلش ممكن تكون مشواضحة شوية احس بس اكبرها لكم ممكن نعمل لدي كده اكبر وبعدين اخد الانيبل بتاع الالسي دي وصله على البن 11 فتاخد الانيبل كده اللي هو البن ركب 6 وتطلع به توصله على البن ركب 11 في الاردوين وبعدين دي اربعة بتاع الالسي دي على البن خمس اهه دي 리�يد ارباع هو اللي هو شوف هو شوفوا بهذا Beach اÉه الانيبل ihrem 총 تأتي تطلع على الكام على البن الرقم 5 كما احنا قلنا وبعدين البن الرقم 5 بتعليل السيدية على 4 ودي 6 على 3 ودي 7 على 2 نبص على الدي 7 هتلاقي دي 7 رايح على كام على 2 هذه التوصيلة بتاعتك طبعا هو هنا موصل مكامة متغيرة احنا مش عايزين مكامة متغيرة احنا هنوصل 1 و 3 و 5 بالجراوند ادي الخامسة اهو و ادي الواحدة اهو وهناخد التلاتة معا ايه؟ نوصله بالجراوند وهيبقى اللي متوصل عندي بالخمسة فولت هو مين؟ هو اللي بين رقم 2 عشان هذا اللي بيغزي الـ LCD بتاعتي طيب كده احنا عملنا التوصيلة يبقى المفروض نكتب الاوامر بتاعت التوصيلة دي فهنقول له Liquid Crystal LCD 12 و 11 ليه 12 و 11؟ وانت لو جيت بصيت كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الـ RS متوصل على 12 فهو 12 والـ Enable متوصل على 11 فقلت له 11 وبعدين البيانات بقى دي 4 ب 5 وبعدين وانت ماشي كده يبقى 5 4 3 2 طيب كده كتابنا الامر بتاع التوصيلة نيجي نخش على الـ Setup في دلة الـ Setup لازم نكتب دلة Begin فأقول له كده LCD dot Begin أقول له 16 و 2 عشان الـ LCD لانا ما صدامها 16 في 2 وبعدين بقى قال لك لو انت عايز تطبع كلمة على الـ LCD والكلمة ديت هتظهر على طول يعني مش عايزها تختفي ولا عايز او بمعنى صح انت عايزها تدنها ثابتة ما بتتغيرش فبتكتيرها في دلة الـ Setup في دلة الـ Initialization بتقول له مثلا LCD dot Print Hello World يتبع لك الكلمة تعالى السطر الأولاني في الـ LCD طب هنا اتبع ازاي في السطر الأولاني؟ ما هو الـ Cursor By default بيبقى موجود في الصف الأولاني فانت ما تقول له اتبع له Hello World يتبعها لك في الصف الأولاني بعد كده انت لو عايز تروح لمكان تاني للصف التاني بتقول له روح للمكان تروح للصف التاني تب تقول له روح للصف التاني ازاي اهو بدلة Set Cursor Set Cursor بتقول له روح للصف التاني معه رقم واحد يوافنا ان هو الصف التاني بس العمود رقم كامل تعالى رقم زيره يعني ايه؟ يعني روح لهيه حط الكرسور هناك في اول حرف هناك وبعدين LCD dot Print اتبع لي على الشاشة مللل اس على 1000 الدلة تطبع عدد الثواني اللي مضت من ساعة ما الاردوين اشتغل عدد الثواني اللي انتهت من ساعة ما الاردوين اشتغل فيبتدي يطبعها لك فين؟ يطبعها لك هنا كده باش مانسين طيب نبتدي كده احنا كده عرفنا الكود بتاعنا هوت يبقى الكود بتاعي هيعرض لي في الصفة الولاني هالوورلد ويعرض لي تحت عدد الثواني اللي هي من ساعة ما الاردوين يشتغل نعمل بس كده بلد نشوف الكود بتاعنا فيه مشاكل ولا لا اول مشروع هياخد وقت طويل مننا في الشرح بعد كده هتلي انت عرفت الدوال وعرفت الدنيا فهتليني الجزء كده ما بشرحهش خالص هتليني بخش على دالة اللوب على طوام او يعني بشرح فيه بسيط كده طب ويران كده خلاص عملته بس فيه ملحوظة اخيرا اعزالكوا عليها ان انا لما جاء استخدم بحقامة اللي بيراري بتاعت اللي سيدي لازم اقول له لان 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 ازاي يعني بضفها ازاي بالامر ده كده باش مانسي طيب كده احنا عملنا بيلد وما فيش مشكلة نقدر نروح ننفذ الكلام ده على البروتس حاجة كده على البروتس واقول له اردوينو اهد لي كتة الاردوينو جاب لي الاردوينو وقونه بتاعتي نسيبه براحتو هو ده ماشي نضيفه وعايزين كمان ال سي دي نقول له كده ال سي دي وناخد مسافة ونقول له ستاشر عشان نجيب لي واحدة ستاشر في اثنين اهد ستاشر في اثنين وفي عندك ستاشر في واحد وستاشر في اربعة احنا عايزين ستاشر في اثنين دلوقتي وهوريكم ان انا لو اخترت ستاشر في اربعة مش تفري ما ايه في حاجة طيب احنا عايزين ايه كمان اه طب بس نشوف كده لو عزنا حاجة نجيبها ادي ال ال سي دي وادي الاردوينو ونكبر الرسمة كده ونقول له مثلا اه روتيت كده ونجي نقول بقى طبعا لما اجي هوصل بقى لازم اوصل بنفس الايه التوصيلة اللي انا عملها في الكود بتاعي احنا قلنا ان الار اس كان متوصل على كام نشوف كده الكود الار اس على اتناشر فهاجة كده اخد الار اس ووصله على اتناشر والانيبل على حداشر طيب وبعدين دي اربعة رايح على البن رقم خمسة وبعدين بقيت البنات ايه وراء بعضها كده زي ما احنا شايفين اهو تمام كده بعد كده كنا بنقول ان البن رقم واحد والبن رقم تلاتة والبن رقم خمسة البنات ديت كانت بتتوصل بالجراوند فهاجة كده اخدلهم ايه اخدلهم جراوند وبعدين كان في عندي البن رقم اتنين ده اللي بيتوصل بالخمسة فولت فهوصله بالخمسة فولت زي ما احنا شايفين كده وكده التوصيل بتاعتي تقريبا انتهت طبعا لما اجي اوصل الكلام ده هارد وير لازم يكون اعرف ان الخمسة فولت ما باخدهمش منين ان الخمسة فولت ما باخدهمش من بطارية ده انا باخدهم من الايه من الاردون بتاعه لان الاردون بيخرج لايه بيخرج للخمسة فولت طيب انا عايز ااخد كده الكود عايز اجيب الكود فاجي يخش كده اسم البروجيكت ايه اا اا اربعة وعشرين ايه مش اش كده اا اا اربعة وعشرين ايه او ده ونقول له اوكي شغل كده نشوفه هيدديني ايه زي ما احنا شايفين كده باشمنسين يبتدى ايه يطلع لعدد السواني زي ما احنا شايفين كده من ساعة من الاردون بيشتغل وكلمة هارل ورلت فوق سبت باشمنسين كلمة هارل ورلت فوق سبت ياريت الناس تبحث على الدلال اسمها M-I-L-I-S-Dات عشان تشوفه اسم على ألف لين يعني هذه حاجات برده بسيطة للناس تعرفها لا يوجد مشكلة كده احنا قدرنا ايه نستخدم اول project عندنا في L-S-D وقدرنا ان احنا نوصله وطبعا احنا اقول لكم برده يعني اكد عليها تاني اهوة التوصيله في الهاردوير هتبقى زي كده بالزبط الست وصلات دولت زي بعض بالزبط ودي الـ Ground عندي لا يوجد مشكلة ولكن انا لا اقوم بعمله Ground الجاي من كدة الاردوين والخمسة فولت جاي من كدة الاردوين يعني اتمنى يكون الموضوع واضح كويس وان شاء الله في الفيديو اللي جاي ممكن ناخد مشروع تاني او مشروعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته